قال التمر في مادة مهدئة وبطمئنة الإنسان التي على وشك الولادة عند قلق شديد فهذا التمر إذا أكلته يهدأ روعها وتطمئن في مادة مهدئة في مادة ملينة طبعاً لما تكون الأمعاء ممتلئة لولادة عسرة مادة ملينة للأمعاء فحينما يفرغ المستقيم تماماً سالطريق أوسع من ذي قبل لمادة ثانية ومادة معقمة معقمة مرممة ملينة وجاء الأمر كلي والشرفي كأن دائماً الحلو سبحان الله يأتي بعده لا بد من التمدد كلنا جميعاً إذا أكلنا طعام حلو نطلب الماء حتى يتبدل وقرة العين السكينة قرية عيناً الهدوء والسكينة هناك صفات نفسية للتمر إذا أكل الإنسان بيرتاح أو بيهدأ لذلك لن يكن عبثاً أن يذكر الله سبحانه وتعالى المخاض ويذكر مع المخاض النخلة لأن التمر هو الغذاء الأنسل لللواتي يضعن أو لقبيل الوضع أن لا تحزن قد جعل ربك تحتك سرية سرات القوم يعني عظماء القوم وجهاء القوم فلان من سرات القوم من عظمائهم تحتك سرية أي إنساناً عظيماً سيكون له شأن كبير وفي بعض التفاثير أن الله سبحانه وتعالى إكراماً لها تحتها ساقية ماء جافة فأجرى لها الماء يعني لنا القرآن زوذوق ومذي إليك بجزع النخلة قال لي بعضهم ذهبت إلى بلاد الحجاز ورأيت نخلة فحاولت أن أهزها فلن أستطع أن أحرك منها شيئاً قال فكيف قال الله عز وجل وهزي إليك بجزع النخلة بعضهم قال إن هذا من باب الأخذ بالأسباب يعني كيف أن الرزق محتوم ومقسوم وموزوم ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى وبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى لين لها هذا الجزع فافتز لتسقط التمرات أمامها فتأكلها وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنية وفي بعض البحوث العلمية عن التمر وعن الرطب أن هذه المادة فيها ثمانية وأربعون مادة غزائية التمر فيه ثمانية وأربعون مادة غزائية وأن التمر فيه مادة مضادة للنزيف وفيه مادة ملينة للأمعاء وفيه مادة حاسة على الطلق وفيه مادة مغزية تنتقل من الفم إلى الدن في عشرين دقيقة لذلك لم يكن عبثاً أن يذكر الله سبحانه وتعالى المخاض ويذكر مع المخاض النخلة لأن التمر هو الغذاء الأنسل لللواتي يضعن أو لقبيل الوضع في مادة ملينة من أجل تفريغ الأمعاء لتكون الولادة أسهل وفيه مادة تمنع النزيف وفيه مادة تحس عضلات الرحم على التقلص وفيه غذاء من أعلى مستوى ينتقل إلى الدن في أقصر وقت وهو عشرين دقيقة تساقط عليك رطباً جنية فاكلي واشربي وقري عين يعني نامي كمان فاسترها بعضهم أي نامي كلي واشربي ونامي وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنة وعودتنا كل فض عسى يدوم الذي منك عودتنا إذا كنت في كل حال معي فعن حمد زادي أنا في غنى فاكلي واشربي وقري عين فإما ترين من البشر أحدا لا تخافي لا تقلقي لا تقلقي على سمعتك لا تخافي من مواجهة الناس فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما صومي عن الكلام دعي هذا لنا نحن نبرئك فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا قال هذا في شرع من كان قبلنا أما في الإسلام الصيام عن الكلام ليس مقبولا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نصوم عن الكلام السيء إذا سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم أما أن تصوم مطلقا ليس في الشرع الإسلامي ما يبيح لك ذلك لكن هذا كان في شرع من كان قبلنا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا بعض العلماء قالوا هذا الكلام تقوله إشارة يعني قولي إني نذرت أشيري إليهم أشيري لهم أنك صائمة ولن تكلمي أحدا لأي سبب فأتت به قومها جاءت قومها وهي العذراء البتول والمرأة الحفان جاءت قومها تحمل على يديها وليدا وهذه هي المشكلة هنا العقدة فأتت له قومها تحمله قالوا وقد هالهم الأمر وأدهشهم يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي شيئا عظيمة ما من سقوط أعظم عند المرأة من أن تأتي لبغلام وهي غير متزوجة يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون نعرفك قديسة نعرفك عفيفة نعرفك طابرة نعرفك متعبدة كيف كان هذا أنت أخت لهارون وكانت سيدنا هارون مضرب النفل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ ثوء وما كانت أمك بغية ما كان أبوك امرأ ثوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال بعض العلماء إن استخفافها بهم حينما أشارت إليه إن استخفافها بهم كان أشد عليهم من اتهامها عندهم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية أتسخرين منا أهذا يتكلم أهذا يدافع عنك قال إني عبد الله تكلم هذا الطفل الذي في المهد قال إني عبد الله لما اختار هذه الكلمة إنني عبد له وكأن الله عز وجل يعلم ما سيكون يعلم أن هناك من سيجعله إلها قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيه معنى آتاني جاءت بالماضي لأن أفعال الله عز وجل يعبر عنها بالماضي ولو لم تقع لأن وقوعها محقق هذه حكمة قوله آتاني الكتابة وجعلني نبيه إني عبد الله إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد قال إني عبد الله تكلم هذا الغلام الصغير تكلم هذا الطفل الرضيع وبرأ أمه آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا جعلني مباركا أينما كنت هكذا المؤمن هو نبي عظيم ولكن إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين مباركا أينما كنت مستر كل خير أينما جلس يقدم الخير للناس بعلمه ومعروفه ونصائحه ودعوته وجعلني مباركا أينما هل أنت مبارك أيها الأخ الكريم أنت مبارك هذه القصة لنا قص نفسك هل يثني الناس عليك أينما حللت وحيثما ارتحلت هل يتمنى الناس أن يلتقوا بك أم يتمنون أن يبتعدوا عنك هل يتقيك الناس مخافة شرك أم يتمنى الناس أن يلتقوا بك جعلني مباركا أينما كنت هكذا حال المؤمن في سره وجهره في خلوته وجلوته في حله وترحاله في قوته وبعثه في كل أحواله إنه في خدمة الخلق إنه محب للحق وفي خدمة الخلق مبارك وجعلني مباركا أينما كنت أينما كنت في إنسان مستقيم في بلده فإذا سافر خلق الاستقامة في إنسان مستقيم في حالة الفقر فإذا اغتنى عتى وطغى في إنسان مستقيم في حالة القهر فإذا صح وقوية بغى وطغى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية هذا هو الدين كله اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق ما دمت حية أنت عهدت الله عز وجل على أن تكون معه في كل أحوالك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعوبا وعلى جنوبه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وبرا بوالدتي جعلني برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية شوف كيف اقترن عند الله عز وجل أن يكون المرء جبارا من لوازم أنه جبار شقي كل جبار شقي كل جبار شقي ولم يجعلني جبارا شقية والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي حياة المؤمن كلها سلام طبعا الله سبحانه وتعالى طمأنه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياة عندها قال الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم هذه قصته وهذه حقيقته وهذا الذي وقع ولم يقع سوى هذا ذلك عيسى بن مريم قول الحق من معاني الحق الشيء ذكر الشيء كما وقع الذي فيه يمترون اليهود اتهموها بالزنا وقالت وقالوا عن يوسف عن يوسف النجار اتهموها بهذا الرجل الذي كان معها وبعضهم قالوا إنه ابن الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان أشد أداة أشد صيغة من صيغ النفي في القرآن الكريم هذه الصيغة ما كان لله ليس من شأنه إنه إله عظيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس من شأنه أن يكون له ولد ليستعين به إنه فرد صمد ليس من شأنه أن يكون له ولد ليخلد ذكره إنه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية إنه أبدي أبدي سرمدي لما الولد نحن نبتغي الولد ليكون خلفا لنا لنستعين به في أيام ضعفنا الله سبحانه وتعالى قوي عزيز حي قيوم فرد صمد ليس من شأنه أن يكون له ولد ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذا الميلاد المعجز جعله الله دليلا على كمال قدرته فجاء الناس فجعلوه فأشركوا بالله عز وجل وكفروا به إذ جعلوه ابنا له ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني هذه القصة أيضا قصة ثانية في سورة مريم تبين كمال قدرة الله وتبين أن الأشياء تقع بقدرة الله وبمشيئة الله وأن الأسباب ليست هي الخالقة والدليل أن الله سبحانه وتعالى قد يعطل الأسباب في حالة العقر وقد يلغي الأسباب في حالة هذا الميلاد المعجز لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام شيء آخر تبين هذه القصة شرف المرأة المؤمنة خوفها على سمعتها حزنها الشديد أن تواجه الناس بتهمة هي بريئة منها وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد على موضوع قدف المحصنة فقال قدف محصنة يهدم عمل مئة سنة وأن الإنسان مؤاخذ بما يقول إن السمع والبطر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أيها الإخوة الأكارم اقرأوا هذه القصة واحفظوها وعلموها أهلكم وبناتكم ليعرفوا شرف المرأة المؤمنة وأن هذه الصديقة العظيمة كيف أن الله عز وجل وصفها بالصفات التي يجب أن تتحلى بها كل مرأة مؤمنة والحمد لله رب العالمين